هل هناك علاج لإهدار الفرص؟ أهضرنا فرص كثيرة بالفعل أمام طلاع الجيش اليوم وخلال مباراة الرجاء مباراة اليوم شهدت ظروف خاصة لو أضفنا ساعة اليوم على زمن المباراة لأنه سجل ليه؟ عايز أعرف ليه؟ هو بيقول كده أنا عايز أعرف ليه؟ والموضوع مش موضوع إضاءة فرص أنت طبيعي مع احترامي أن أنت هيجي لك فرص وأنت بتلعب قدام طلاع الجيش باللعيبة بتدكورة الأهل لكن هل فيه سيستم لعب مكرر مثلا جمال مكررة قدت للفرص دي واللعيبة ضيعتها؟ لا كلها فرص حاجات كلها يعني حاجات كلها مش عايز أقول عشوائية لكن حاجات إمكانيات لعيبة وأخطاء بتحصل طبيعي مع الضغط يحصل أخطاء بيرستاو لعب جيد ولكنه أهضر العديد من الفرص أشاركت حسام حسن وأشريف وصلاح محسن وبرستاو وجميعهم أهضروا ماذا أفعل؟ هل أشارك أنا؟ تاو يهضر فرص عديدة لو لك الجميع يهضر ومحمد شريف خلال سبع مبارات الأخيرة لم يسجل واليوم حسام حسن شارك ولم يسجل وأضاع الفرص أنا بقى مش عاجبني التون ده وأنا قلت الكلام ده قبل كده التون ده بتاع أني أنت عشان تدفع عن اللعيب فتشرك في الجملة وتقارن ما بينه وما بين زميله ده هيعملك مشكلة وأنا قلت الكلام ده قبل كده إن لما هو استخدم نفس الإسلوب مع أيمن أشرف وعلي معلول علي معلول أيمن أشرف النهاردة لعب بس هو مش علي معلول اللي افتقدناه كثيرا مال أيمن أشرف برضو النهاردة نفس الكلام أنت عايز تدفع عن بيرسي تاو أنا معاك إن هو راجل جنوب أفريقي وراجل بلدياتك وكل حاجة ده وإنتوا اللي جايبينه وكل حاجة أنا ما عنديش مشكلة كل الكلام ده لكن إيه دخل إن أنت ترحطت إحصائيات محمد شريف وتتكلم عن حسام حسن عشان تدفع عن بيرسي تاو أنا في رأيي ده غلط أكبر من إن ما فيش اسلوب لعب وإن ما فيش جمل متحفزة الكلام اللي في المؤتمر الصحفي ده أكبر وإيه بيرسي والنهاردة موسماني بقى سعلي جداً استفزازه بقى سعلي جداً استفزازه من قبل الصحفين هم خلاص عرفوا الزراير اللي بتستفزه وهو بقى يرد بطرق ما ينفعش أنت بتخسر اللعيبة دي أنا مش عايز سخن الدنيا مش يعني عشان ما هانتش يقول ميدو بيه ما سخنش حاجة لكن دي حقيقة النهاردة لو ما كان محمد شريف هقول يا عم أنا أنت والناس بتسألك على بيرستاو بتقول لهم ليه أنا العيب بتفكرهم ليه وبيجيب سيرتي ليه ده برضو غلط وصدقوني ده غلط أكبر من التشكيل والتغييرات والإسلوب وبتاع التعامل في المؤتمرات الصحفية بتاع موسماني ما تزعلوش مني لأ يعني أنا هقول رأيي بصراحة متوضع جداً 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 والناس بتقول الأهلي بيكسب والأهلي بتاع على فكرة طبيعي أن الأهلي يكسب ما تزعلوش يعني طبيعي أن الأهلي يكسب الفرق بين المستوى الأهلي والرجاء فرق السماء من الأرض مع احترام الكبير للرجاء مع احترام الكبير للرجاء أنا تفرقت على الرجاء المغربي فرقة كويسة وفرقة محترمة صاحب التاريخ كبير لكن 70% من فرقة الدور المصري أحسن منه أحسن منه هيجي واحد تاني يقولك طب انت بيدو تبتكلم الكلام ده طب فين الزمالك أنا بقولي على لعبة الزمالك أن تخجل من أنفسها أن هي خرجت من بطولة أفريقيا والفرق مستوها في البطولة المستوى اللي احنا شايفينه ده كل سنة على التانية مستوى الفرق في البطولة الأفريقية بطولة أفطال الدوري بيبقى أسوأ ليه؟ بكل بساطة لأن اللعيبة المميزة كلها بتسافر خلاص الفرق اللعيبة دي ما بقيتش تقدر تحتفظ باللعيبة المميزة بتوعها حتى الرجاء نفس الكلام اللعيبة المميزة بتوعهم رحيمي والراجل الرأس حربة تاني بتاعهم الأفريقي الراجل اللي كان جامل جدا مش فاكر اسمه ايه هم الاتنين راحوا الأمارات وهما الاتنين دلوقتي نجوم الدوري الأماراتي ما بقيتش في فرقة من الفرقة دي تقدر تحتفظ باللعيبة بتاعتها ما عندهاش الامكانات المادية وتاني انا ما بفتصش في ان الأهلي وصل لما بتاع لأ شابول الأهلي لكن طبيعي ان هو يكون موجود في المكانة دي لعبته والبادجت بتاعته والكواليتي بتاعته احسن بكتير من كل الفرق دي ونفس الكلام لزمالك على فكرة مش طبيعي أمدا ان الزمالك يبقى بره بطولة أفريقيا بالمستويات اللي احنا شفناها في بطولة أفريقيا بطولة الدولة مش طبيعي وأكبر دليل على الكلام اللي أنا بقوله لكوا ده في الكونفوджدرالية مثلا في الكونفو除لالية المصري المصري السابع على التامن الدوري المصري المصري رغم كامه على الدوري المصري دلوقتي وعمل ماتشين كبار جدا على نهضة البركان اللي هم يعتبروا التاسع على الدوري المصري اللي هو على المفروض نهضة البركان واحد من فرقة مقدمة في الدوري التالت على طول بعد الرجاء والوداد لا فرق الدور المصري محترامي الكبير أعلى بكتير من كل الدوريات دي محترامي الكبير لكن النهاردة علامة استفهام كبيرة الأهلي وحش جدا جدا والله العظيم لو كان الأهلي كذب كنت هقول نفس الكلام طبعا مش بنفس الحدة بس كنت هقول ما فيش اسلوب لعب أنا مش شايف اسلوب اللعب أنا راجل مدرب قبل ما بقى يعلامي بحاول أشوف الأهلي مثلا بيبدأوا الهجمة ازاي لعيبة نص الملعب واحد بيزقل قدام والتاني بيفضي نفسه عشان واحد يبع عنده وقت عالكورة علشان مثلا لعيب من لعيبة الدايرة بيطلع على جنب عشان يفضي تشانل للتمرير للسردباك فاهمارك مش شايف مش شايف أنا خير باتكم متكلمكوش في مستوى لعيبة مستوى لعيبة ده هتكلم فيه بعد كده بعد الفاصل مع طبعا كابتن عادل مصطفى وكابتن دويدار وهنتكلم بالتفصيل وهنتكلم تاكتكس ولكن أنا مش شايف اسلوب لعب خالص مش شايف هنتكلم بالتفصيل أكتر بعد الفصل نكمل تصريحات تموسماني نعم فقدنا نقاطة مهمة لكن مازال الوقت أماننا للتعويض ومشورة دولة طويل وهنا لن أتحدث عن أعذار رغم وجود حالة الإجهاد التي يراها الجميع لا لا أنا مش عادي دي ارجعلي بقى معلش يعني ارجعوا لي معلش طب حالة الإجهاد دي يا جماعة النادي الأهلي كان عنده ماتشين في الدورة الممتازة تأجلوله كان فيه ماتش قبل ماتش الرجاء بتاع الزهاب وماتش تاني بتاع استين كومبيني كان ما بين الماتشين الأهلي بقى في آخر 15 يوم لقى بكم ماتش تلب ماتشات صحة ولا لأ فين الإجهاد يعني آخر 15 يوم لقى بتلب ماتشات فيش إجهاد خالص يا جماعة فين نعمل إيه المسلماني نعمل يعني مفروض الناس تعمل إيه تفصل لك دوري لوحده تلعب عايز أن انت بعد كمان كمان بعد ما الماتشين دول تأجلوا أن انت بعد ماتش الرجاء تلعب الماتش الأولاني بعدها بعشر تيام عشان تبقى مريح أنت عندك 30 لعيب 25 لعيب كلهم لعيبة مميزة الكلام عن الإجهاد يعني أنت بتقول أنا مش عايز أتكلم على عذار بعد كده رغم الإجهاد الكلام عن الإجهاد غير مقبول غير مقبول بالذات إن ربطة أنديت الدوري عملت كل حاجة للأهلي إن هو ما بقاش مجهد مفيش حاجة تانية تتعامل وتاني ربطة الأندية عاملت كده عشان للأهلي ما بقاش مجهد في الدوري عشان لأهلي ما بقاش مجهد في بطولة أفريقيا اللي هو ممثل مصر الوحيد فيها وده كلام كويس ما فيش مشكلة محدش اعترض عليه لكن ما تجيش بقى بعد كل ده تقول إن العيبتي مجهدة ده كلام يعني يعني لازم بقى نكون إحنا مجانين بقى عشان نصدق الكلام ده فين؟ فين الإجهاد وفين ضغط المباراة ده الكلام ده مش موجود يا جماعة بدل من النهاردة ماشي مافيش مدرب بيطلع يعترف إن أنا لا نهاردة الفرقة وحشة يطلع عقول زي ما بنشوف في كل حتة في الدنيا ده 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 دوارديولا الفرقة طبعا جسبانا تلاتة اربعة وبيطلع يقولك إحنا عندنا أخطاء كتيرة ويجب أن نتطور يجب أن نتطور لازم عندنا حاجات أحسن نأملها فين المدربين اللي بتشتغل عندنا جماعة من هي التعلم من الكلام ده لازم اطلع عقول أنا عندنا مشاكل اللي بتعمل كسافة دفاعية لازم يبقى صريح مع الجمهور صحيح؟ ماينفعش تبقى صريح على طول الخط في المؤتمرات الصحفية لكن ماينفعش ان انت تتكلم عن ايجاد بعد كل اللي اتعمل ماينفعش